السلام عليكم أي نعم القرآن الكريم كله بركة وفيه شفاء وهو كتاب علم وكتاب فقه وأحكام شرعية وأخبار تاريخية وفيه أسرار ربانية في كل شيء القرآن الكريم فيه كل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء ومن بين الأمور التي في القرآن الكريم أنه صيدلية بامتياز القرآن الكريم دواء لكل داء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين طبعا قد لا يكون العناج مباشر ماديا ولكن لما تقرأ القرآن العظيم فإن الخلايا والهرمونات والدورة الدموية وكل مكولة جسد تتفاعل إيجابا هناك طاقة دورانية إيجابية يستقبلها الجسد ويقع التحسن تدريجيا ويقع الشفاء ويا ما رأينا هناك مرضى عندهم أمراض خطيرة جدا وبماركة القرآن العظيم ربنا يشفي الآية التي ذكرناها من قبل خاصة بسيدنا العزير العزير هو نبي من أنبياء بني إسرائيل كان هذا الرجل قد أوحى الله إليه الوحي بأن يرشد قومه ولكن بني إسرائيل في ذلك الزمن انتشرت بينهم أفكار غريبة من بينها أنه ليس هناك لابعت ولا نشور ولا عقاب ولا حساب انتشرت هذه الفكرة في العقيدة أن هناك الحياة تنضي هكذا إذا مات الإلسان فليس هناك حساب ليس هناك عقاب ليس هناك أي شيء له ارتباط بالدار الآخرة فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يصحح هذا المفهوم حتى أن العزير نفسه العزير نفسه وقع له أنه كاد أن يصدق هذه الفكرة فلما كان بحماره يحمل فيه طعاما وكان مسافر مر على قرية خاوية قرية قد صارت كلها أطلال فوضع حمره ووضع طعامه وقال هل يمكن أن يحيي الله تعالى هذه القرية التي صارت أطلال بقي فقط الجدران جدران البيوت والدككين والأسواق لم يبقى فيها أثر للحياة كان الناس أيام زمان ماتوا وانتهوا هل يمكن ربك أن يحيي هذه القرية الله تعالى جعله ينام فنام نومة عميقة نام مئة سنة وفي الحقيقة مات مات ثم أحياه المولى بعد مرور مئة سنة لما استيقب وجد حمره بجانبه كما تركه بل ووجد طعامه طعامه لازل ساخلا كان المفروض أن الطعام يفسد بعد يومين أو ثلاثة أيام مرت مئة سنة ونازل الطعام كما هو طازج فأعطاه الله تعالى الدليل والمرهان على قدرته على الإحياء حتى قيل بأنه رأى الحمار كان عظام ثم صار يكسب الجل ثم صار دبت فيه الحياة رأى كيف يخلق الله الحياة وهذه الآيات هي التي قالها ربنا عز وجل في سورة المقرة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هانه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبث يوما أو بعض يوم قال من لبث مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حبارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير بعض أهل العلم قالوا هذه الآيات يقرأها الإنسان باليقين بعد أن يفهم معانيها ويستوعب دلالتها يقرأها بيقين ويقرأها في ماء ويضع يده على مكان الداء على الرقبة أو على الصدر أو على المكان الذي فيه الألم وربك عز وجل يحيي العظام وهي رميم كيف لا يحييك أنت وأنت سقيم فربنا هو الشافي والمعافي بالإضافة إلى هذا الدواء كان قل لنساعدة بأن من العلاج الصلاة على النبي المختار كما كان للإمام المصيري الإمام المصيري أيضا أصيب بهذا المرض البركيسون كان يسمى مرض المفالش الرعاش وقد شوف يمينه لما كان يكثر من الصلاة والسلام على مقام رسول الله كان يصلي كثير على النبي الكريم وهو مريم ومعد مرور أيام وأساميع وليالي كثيرة ظهر له النبي الكريم بين اليقظة والنوم وقال له عليك السلام يا مصيري ومر بيده الكريم على جسده وغطاه بمرضته فقام الإمام المصيري من نومه مشافا معافا لم يعد به أي مرض لما رأى الحبيب المصطفى يمر بيده الكريم على جسمه وألبسه مرضته ومن ثم أطلق الله لسانه ونضم قصيدته المشهورة بالمرضة والهمزية التي يقول في مطلعها مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهما يا رب صل على محمد وعلى آله هكذا قصة طويلة قصيدة المرضة فيها قال العلماء بأن الإسان إذا كان مريض مرض شديد في عظامه أو في الرعاش أو غير ذلك يضع يده اليمنى على مكان الداب ويصلي على النبي يصلي كثير على النبي خصوصا صلاة الشفا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبنان وشفائها ونور الأمصار وضيائها وقوة الأرواح وغدائها ربنا يأتيك بالفرج وأنت نائم نائم والله أعرف هو عدد كبير من الناس يحتار فيهم الأطباء كذا عندهم مرض عضال أمراض مستعصية والطبيب قال لهم عليك أن تصبر ستستمر أيام العلاج شهور وهناك تكاليف مادية كثيرة لكنه لا جاء إلى الله وصار يدعوه سبحانه وتعالى في قيام الليل ويلهج بحمده ويستغيته فإذا بإحدى الليالي يرى كرام من الكرامات ويقوم وقد شوفي وعوفي ودهب عنه الداء والسقم والله كثير جدا أعرفهم وعشت معهم مثل هذه الأحداث ولعلهم الآن يسمعونني وقد صاروا بصحة وعافية جيدة جدا فالحمد لله على دعمة الإسلام والحمد لله على دعمة الإيمان نسأل الله تعالى أن يشافي الجميع ويحفظ الجميع ويبارك في الجميع ببركة سيد النبي الشفيع قولوا معنا آمين 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 يا ربي السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله